السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل اخواتي وحبايبي وكل محبين وصفات رهيبة مع رشا. اخبركم ايه احلى اخواتي. يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وسعادة وهنا. عملنا مع بعض طرق كتير جدا للقناة لبودرة العفريت. وما كانش فيه عفريت اقوى. واليوتيوب كل ما فيش عفريت اقوى من العفريت اللي عندنا. عملنا خلطات قوية جدا اللي هي تنظف معاكي كل البيت. كل حاجة بقى. والبوتو كل حاجة تعملي بيها. تطلع معاكي نظافة ما بعدها. نظافة وبودرة العفريت الفوارة وجل العفريت للملابس البيضة. وحاجة كده كلها يا بنتي عفريت سلامون قولون من رب رحيم. النهاردة بقى هنعمل طريقة كمان لبودرة سحرية. حاجة كده رهيبة جدا. هتعمل معاكي حاجات كتير قوي. يعني مثلا هتغذية تستخدميها في غسيل الحلل واللباق. فتطلعي حللك وبباقك من تاني تمام. وكبياتك من تاني تغسليها لانك هتحسي انك ما كنتش بتغسلي بباق قبل كده. حرفيا سواء استلس سواء الامونيوم سواء اه اي نوع هتلاقي وشك كده حرفيا في قلب الصنية. انت متخيلة يا بنتي وشك كده هتشوف والله العظيم بتخلي حرفيا تخلي حرفيا الالمونيوم او استلس كده بتشوفي وشك فيه حرفيا. اه لو بتغسلي بيه حنفيات بتغسلي بيه سيراميك لمعة ما بعدها لمعة بيشيل معاك التكلسات في ثانية. قعدة الطيولت او بتعملي بيه مثلا اللحواط برضو لمعة ما بعدها لمعة. حلوة جدا لو انت عندك ملابس سودا تغسلي بيها هيخليها لك زي الفل ويرجعها لك تاني كده لونها كأنك لسه مش ترياها النهاردة. اه حلوة اوي برضو للايه للرخام بيدي للرخام لمعة ما بعدها لمعة. حلوة جدا تغسلي بيه التلاجة لو خصوصا لو تلاجت تحتك خصوصا لو تلاجتك بتعمل روايح مش حلوة او كده. فخسلي بيها هيشيل منها اي روايها. طيب هنعمل ازاي يا روشة هي وصفة كده يعني لحاجات كتير جدا الصراحة هتبقى ايدي كوريجليكي فجرب بيها لان بجد نتيجتها رواها. طيب بنعملها ازاي الوصفة دي بجيب اي نوع صابون بلدي. قلنا الصابون بلدي معمول عندنا على القناة بطرق كتير جدا. يعني ما فيش حد عمل صابون بلدي على اليوتيوب قدنا. يعني انا اتفرهدت يا جماعة. عملنا لفل الوحش واللي بعد لفل الوحش والليفل اللي بعد بعد لفل الوحش. عملنا بطرق كتير جدا وفي ملف كامل اسم وملف تعليم المنظفات هتلاقيه على القناة. هتجيب الصابون البلدي وتبشوريه معاكي بالمنزر ده. ده لسه صابون انا عاملها من يومين فطبعا قلنا الصح انك لما تعملي صابون بلدي بالسيبيه ربا احتاشر يوم ينشف ويتسلم. بس طبعا عشان انا ما عنديش فاضطريت ان انا اعملها علشان اوريكي الفكرة وانت تعيشي احلمك. لكن لما تعملي صابون يا غالية بالسيبيه خمستاشر يوم او اربحتاشر يوم ينشف تماما وفي نفس الوقت مفعول الصودة بيروح منه. تمام? تمام. فبجيب اي نوع صابونة بلدي. ما عنديش صابون بلدي. هاتي يا غالية اي نوع صابون صليت اللي هو او صابون صليت باللفندر او باللمون اي حاجة. ابشوريها وحطيها هنا معنا. تمام كده? تمام كده. ايه اللي عاوز طريق الصابون? صابونة ليفل الوحش او الصابونة اللي بعد ليفل الوحش. في ملف اصلا على канал اسمه ملف ليفل الوحش. اللي ما شافوش لحد النهاردة ده بيضيع وقته على اليوتيوب. واللهي على اليوتيوب كله مش عندي انا بنا. لاني بقولك اقوى وصفة على اليوتيوب للتخصيص. اقوى وصفة للشعر. اقوى وصفة للتفتيح. اقوى وصفة للصابون. اقوى وصفة للشاور. اقوى واصفة للشامبو. فكل ده موجود في ملف اسمه ملف ليفل الوحش. فحضراتك سيبي لي تعليق بسرعة. ابعت لك الملف ده او على قوائم التشغيل هتلاقي. تمام تمام. الصبون البلدي حلو في التلميع. ده بس كده في حاجة تانية اقوى منه كمان في التلميع وهتديك لمعة ما بعدها لمعة الا وهي الصبون اللي بريحة. اتلمنا عن الصبون اللي بريحة قلنا ان بيلمع عيون البتوغاز وبيلمع الحنفيات وبيلمع حاجات كتير كده. فلو انت عندك صبونك وديها كده بشريها ومش عايزة منها يا غالية الا معلقتين فقط. او اللي هو بيسموه بواق الصبون. عارفين بواق الصبون اللي احنا تبقى الحتة النشفة في الاخر دي. عينيها في كيس وبعد كده بشريها وحطها لي هنا. تمام? يبقى انا عاوزة شوية صبون بريحة لاني بيديكي لمعة اكتر من الصبون البلدي. خلينا متفقين. يعني لو هتغسلي الحنفيات او البتوغاز بشوية من بواق الصبون ده. لا لمعته الصراحة غير. يعني الصبون البلدي امروا على عيدنا وراسنا. بس اللي هو البواق الصبون دي. امرين بزيادة. تمام كده? تمام كده. هنيجي بقى للخطوة ديت. حضرتك عندك معلقة سكر كده امورة زيك. تحطيها. عايزة تحطيها حطيها. يعني انا بص نصيحة من اختك الصغيرة لو انت عامل الصبون بطريقة القناة هو بيبقى كله رغوة وكله امر. اما بقى انت عاملها باي طريقة تانية او جايبة صبونة صنلاة تحطي معلقتون سكر. اما لو بطريقة القناة وكده كده مرغي. يعني فهمت عليا بما ان الماتيريا البايد غالية اليومون دول فمش عايزة تقدري حاجات كتير. هحط شوية من الملح. الملح هيديني تحقيم. وفي نفس الوقت الملح هيديني زي كده برضو لمعة حلوة. قال نجا اكسل بي روخامة اكسل بي حنافية هيديني لمعة حلوة. تمام? فحطيت شوية من الملح. تاني حاجة اللي معانا دوت وهو الزهرة البيضة. الزهرة البيضة. الصودقاش الكريستو طريقتها على القناة ب3 طرق. اللي مش عارف يجيبها ملحة طار. انا عاملة على القناة طريقة الزهرة البيضة ب3 طرق. فيديو كده اسمه 3 طرق اللي عمل الزهرة البيضة. لو عاوزها اكتبي لي تحت في التعليقات ابعثه لك. وبرضو بالمناسبة لسه عاملة فيديو قريب اسمه بديل الالوان المايكة تمام بدايل لعمل الالوان المايكة بدل ما تشت. يعني انت عايزة تلون الصبون او تلون البرسيل او كده. عاملالك تمام بدايل من البيت بديل للالوان المايكة. لو انت عايز الفيديو ده اكتبي لي تحت بسرعة في التعليقات ابعته لك. تمام? تمام. هاخد شوية الكريستو مع شوية الملح وخطوهم هنا. وقلت لك يا غالية لو انت عندك شوية سكر خطيهم. عندك شوية ملح لمون خطيهم. كل برضو الحاجات دي بيتزود معانا من النظافة. تمام? تمام. هنقلب بقى كويس جدا كده. وطبعا الزهرة البيضة. كلنا عارفين ان السودقاش او الزهرة بيضة نظافة ما بعدها نظافة للصراميك للحلل للكبيات حاجة كده امر معانا. تمام? تمام. لحد كده بكويس جدا. هيجي بقى المكون الامر اللي هو يعني ايه? مش عارف انتو مش حبينه ليه يا جماعة? في ناس حبينه يعني. عايزاك تبصير ممنظور تاني. يعني عايزاك تحبيه يا جماعة. المكون ده سحري 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 في التنضيف. والله العظيم حرفيا بيخلي بقولك ايه الحلل? بتشوفي نفسك فيها او الكبيات كده تحس ان الكوباية عارفة كوباية. عارفة صوت النضافة ده اللي وقت تعملي كده في الكوباية اللي ابتطلع صوت. فحرفيا المكون ده رهيب جدا. ايه هو يا راشا? المكون ده يا غالية الفحم. الفحم يا جماعة في التلميع مفيش احلى ولا اجمل من كده تاني. الفحم اللي هو بتاع الشاوية او فحم الشيشة ده بتجيبي حتة وبتبشرها بالمبشرة ما بتحطهاش في الكب عشان ما تبوزهاش. فبيطلع معاك ببودر بالنقص منظر اللي انت شايفها ده. الفحم ده طبعا بيشد الرويح عشان كده بقولك في بداية الفيديو لو عايزة تغسلي بيلغى التلاجة بتاحتك هيخليك راحتها توخفة جدا. ويشد منها اي روايح. مسلا سعب بنحط الطوم في الفريزة. الفتيجي بعد فترة ليه اعمل رحة مش حلوة. كياس لحمة كياس بتاع. فبيعمل معاك رحة مش حلوة. فتروح يغسله بالوصفة اللي احنا عاملينها دي. برضو نفس الكلام فرن البتوغاز او الفرن القهربائي او الماكرويف. ساعات مسلا اكون عاملة فراخ مشوية او حاجة فتلاقي الفراخ لازقت في الفرن. فبعديها مسلا عايز اعمل بتيفور عايز اعمل كيكا فبرضو رحة الشاوي بينا في الفرن. اغسله بايه? بحاجة يكون فيها فحم. الفحم من الحاجات اللي بتنتص معايا الرواية. زي ما قلتلك برضو في بداية الفيديو حلو جدا تغسلي بيلهدوم السودا. يعني الوصفة دي كده هتحطيها على بعضها وتغضي بقى معلقة معلقتين عندك عباية سودا عندك جيبة سودا عندك اي حاجة سودا اغسلي بيها هتلاقيها رجعت معاك حرفيا جديدة. فالوصفة دي لأ يعني ايه اللي ما جربتهاش فانت فاتك نص عمرك. احط هنا كده شوية الفحت بدول. وزي ما حكت لكم في بداية الفيديو اه في الفيديو قبل كده قلت لكم ان هو كانت زمان امهاتنا استني قلت لكم كان زمان امهاتنا بيجيبوا ويجيبوا كياس الفحم دي كده آآ مطحونة بالمنظر ده كده صغيرة كان بقولك الكيس كنت بيروح اجيبه الماما بخمستاشر قرش حاجة كده صغيرة آآ تحطه مع السابون البلدي والله العظيم كان بيخلي الحلال دي حرفيا مراية. فجيه حتى على القناة لما بقال لكم كده قلت لكم ايه رشد احنا فعلا كنا بنجيبه ونعمل بالبواجير اللي بتاعت زمان النحاس ده بيخليه لعلط كده من لمعان وكان معروف جدا زمان. ناس قالوا لي اسمه سيرس وناس قالوا لي مش عارفة كان اسمه ايه كده فكل واحد طلع لي باسمي يعني. بس هو عمتا كان الكياس فحم ومطحونة بنجيبها من العطار دي كانت رهيبة فيه التلميع. هتقلبك كده بقى يا غالية المكونات دي معاك كده. تمام. انا بقى اثلا دلوقتي دخلة اخسل البوتوجيز. هعمل ايه? هتخدم معلقة كده زي ديت. هتحطيها في كوباية مية سخنة. وتحط عليها شوية خل. عندك لمونة تحروحي عصرها عليها. وتخسلي البوتوجاز وتفرجي. نفس الكلام لو انا هخسل مسلا السيراميك. عندي عباية عايزة اخسلها. عندي حاجة سودة عايزة اخسلها. بنطلون سود بتاعجوزي. اخد معلقتين تلاتة من دول كده مع شوية مية وتخسلي وتفرجي على الجمال. اه زي ما قلت لك التلاجة برضو نفس الطريقة هتحط شوية من دول مع معلقة خل وشوية مية واخسلي بها التلاجة وبرضو والحاجات دي كلها. سدقيني وصفة مفيش احلى ولا اجمل من كده تاني معاكي مش بودرة العفريد ده بودرة المارد. لو لسه مشتركتش في القناة ولسه ما عملتش اللايك فانتي يا بنتي مصفية من جواكي عشان انا منهورة يعني انت شايفاني منهورة ومفرهدة ومفرهودة. منهورة وانت لسه عملتش اللايك فانتي مصفية من جواكي. ارزعيني يا بنتي واحدة كده. ولو عايزة ملف الوحش اكتبي لي في التعليقات. ولو عاوزة بديل الوان المايقة او السوداء كل اللي احنا قلنا عليه ده اكتبي لي عليه في التعليقات. ياللي ما جربت السيرم الموز للشعر رهيب فاتك كتير. هطلح كل فيديو اقول لكم سيرم الموز. سيرم الموز مجرد ما انتها تفرج عليها تحس ان شعر خلاص مش عاوز وصفات تانية لان بجد بنقل الشعر هناك لتانية خرص. اللي عايزة سيرم الموز تكتب لي تحت في التعليقات ابعتولها. اختم الفيديو بالصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.